تَنَصَّفَ الشَّهْرُ وَالَهْفَاهُ وَانْصَرَمَا وَاخْتَصَّ بِالْفَوْزِ بِالْجَنَّاتِ مَنْ خَدَمَا مَنْ فَاتَهُ الزَّرْعُ فِي وَقْطِ الْبَذَارِ فَمَا تَرَاهُ يَحْصُدُ إِلَّا الْهَمَّ وَالْنَدَمَا طُوبَى لِمَنْ كَانَتِ التَّقْوَى بِضَاعَتَهُ في شهره وبحبل الله معتصما الحمد لله الذي كون الأشياء وأحكمها خلقا وفتق السماوات والأرض وكانت رتقا وقسم بحكمته العباد فأسعد وأشقا وجعل للسعادة أسبابا فسلكها من كان أتقا والصلاة والسلام على سيدنا محمد أكرم الناس خلقا أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام طيب الله أوقاتكم وكلأكم بنعيمه وهدأ بالكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء إيماني يتجدد وهذه الحلقة من برنامج هذا ديننا في هذا اللقاء المبارك نتحدث بفضل الله تبارك وتعالى عن أحكام الزكاة فقد وردت إلينا كثير من الأسئلة في الحلقة الماضية عن أحكام الزكاة ولم نتمكن من الإجابة عليها نظرا لضيق الوقت الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام ومعنى الزكاة في اللغة قد يكون مأخوزا من الزكاء أو من التزكية من الزكاء أي من النماء لأن الزكاة تنمي المال لصاحبها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة وقد تكون من التزكية أي التطهير لأن الزكاة تطهر العبد وتطهر أمواله مما قد يشوبه من شبهة مال حرام والعياذ بالله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ينبغي أن يكون لدينا اهتمام بالفقير لأن الفقير قد يشفع لك عند الله يوم القيامة إذا جمع الله الأولين والآخرين في ساحة العرض على الله يوم القيامة نادى الله عز وجل على الفقراء وقال لهم أنظروا إلى عبادي هؤلاء فمن كان منهم قد تصدق عليكم بصدقة في الدنيا فخذوا بيده إلى الجنة فقد شفعتكم اليوم فيه ومن ناحية أخرى يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ويل للأغنياء من الفقراء يقول الفقراء لله يوم القيامة يا ربنا إن عبادك هؤلاء منعون حقنا الذي فرط لنا عندهم فيقول رب العزة للفقراء وعزتي وجلالي لأدنينكم يعني لأقربنكم ولأباعدنهم يعني لأطردنهم لأن الذين يمنعون زكاة المال أو لا يؤدونها كاملة أو يماطلون في أدائها يرتكبون إثما عظيما يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقد ذكرنا قبل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مانع الزكاة في صورة بشعة في رحلة المعراج السماوية رأى هم يصرحون على أربع كالأنعام والبهائم ويأكلون الزقوم والضريع وهو طعام أهل النار والعياذ بالله الإنسان ينبغي أن يعقل ويفطن إلى أن الزكاة والصدقة هي ما سيبقى له من المال فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول ابن آدم مالي مالي وليس له من ماله إلا ثلاث ليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأبقى فالصدقة هي الباقية الصدقة والزكاة تكون بالإحسان إلى الآخرين نود أن نعلم تمام العلم أن الله عز وجل شرع مصارف للزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ذكرت الآية الكريمة ثمانية مصارف للزكاة ولكن العلماء المهدثين في العصر الحديث يحددون أربعة أصناف متاحة للجميع لأن بعض الأصناف وبعض المصارف لن تكون متاحة في هذا الزمان فعلى سبيل المثال لن تجد أحدا من المؤلفة قلوبه لن تجد العاملين عليها أي لذين كانوا يشتغلون فقط وظيفتهم الأساسية من قبل الدولة أو من قبل الخلافة هي جمع زكاة المال وتوزيعها لن نجد هؤلاء في هذا الوقت وإنما حصرت الزكاة في أربعة مصارف مضمونة ومتاحة للجميع في هذا الزمان وهي الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل كما ذكرنا إن هناك فرقا بين الفقير والمسكين لأن الفقير لا يجد قوت يومه أما المسكين فإنه يجد قوت يومه لكنه لا يجد ما يكفي مطالبه الأساسية في الحياة والمسكين سمي مسكين من السكون لأنه لا يسأل الناس لكنه يستحق من الزكاة وأما الغارم فهو المدين الذي عليه دين لا يقوى على أدائه وابن السبيل المسافر الذي انقطع به الطريق وضع ماله وهو في بلدة غريبة ولا يستطيع أن يعود إلى بلدته يأخذ من الزكاة ما يرده إلى وطنه فقط هذه المصارف المتاحة للجميع في هذا الزمان هناك بعض الأسئلة التي وردت من الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في الحلقة الماضية ولكننا لم نتمكن من الإجابة عليها لضيق وقت الحلقة من بين هذه الأسئلة أخ يسأل ويقول هل يجوز أن أعطي من الزكاة لابنتي المتزوجة إن كانت في حالة ضعيفة ماديا يعني بيقول إن له بنت فقيرة أو متزوجة من زوج فقير وهو راجل مقتدر وميسور الحال وعايز يعطيها من الزكاة طبعا لا تجوز زكاة المال للأصول ولا للفروع إذا أردت أن تعطي لابنتك فلا تعطيها من الاثنين ونصف المية بتوع الزكاة ولكن من باب البر والصلة أعطيها من السبعة وتسعين ونصف المية بتوع أصل المال لأن ربنا موسع عليك وقد علمنا تمام العلم أن الزكاة لا تجوز للأصول وإن علوا ولا للفروع وإن دنوا يعني لا تجوز للآباء ولا الأجداد ولا تجوز للأبناء أو الأحفاد كذلك لا تجوز للأمهات ولا الجدات ولا للبنات ولا الحفيدات ولكن إن كان أحد الناس سيقول سوف أتحايل على الأمر وأعطي لزوج ابنتي لأنه فقير أقول له من باب الصلة ومن باب البر ومن باب الرحمة وحتى تكون أبا حقيقيا مثاليا ينبغي عليك أن تعطي ابنتك من أصل مالك وليس مما تعطيه للفقراء سائل يسأل ويقول هل الأفضل أن أخرج الزكاة في بلدي أم في بلاد أخرى فيها مستشفيات كبيرة أو ما شابه ذلك من المعلوم أن أفضل حالة للزكاة هي إخراجها في بلدة المزك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه إن الله لا يقبل صدقة عبد خارج بلده وأهلها محاويج يعني أهل بلدته محاويج وفقراء والحكم من ذلك أن كل بلدة يتكفل أغنياؤها بفقرائها فلا يكون في أي بلدة فقراء لأن لو كل بلدة تكفل أغنياؤها بفقرائها وأخرج أغنياؤها زكاة أموالهم كاملة فلن تجد فقيرا في أي بلدة من بلاد المسلمين وما ضاع فقير إلا بجشع غني أو بطمع غني في حقه لأنه لم يخرج له حقا ولكن أجاز الفقهاء إخراج زكاة المال من البلدة إذا كانت لضرورة كأن يكون لك قريب يعني فقير لكن له صلة قربة في بلدة أخرى أو يكون هناك فقير أنت تعلمه وهو في حاجة أو في حالة أشد فقرا من حالات أهل بلدك فأجاز الفقهاء في هذه الحالة أن تخرج من زكاة المال إلى بلدة أخرى بما لا يجاوز السلس يعني سلس زكاة مالك هو الذي يخرج لهذا الفقير الموجود في بلدة أخرى وينبغي عليك أن تحفظ السلسين في بلدتك حتى تغني أهل بلدك وكل إنسان عليه أن يبحث عن فقراء أهل بلدك سؤال آخر إحدى الأخوات تقول لو أن معي مبلغ ألف جنيه هل من الأفضل أن أوزعها على مئة فقير أم على عشرة فقراء يعني هل الأفضل أن أنا أوزع على عدد كبير من الفقراء وكل واحد يأخذ مبلغ زهيد أو مبلغ قليل ولا الأفضل أن أنا أوزع على عدد قليل من الفقراء وكل واحد يأخذ مبلغ يكفيه أو يغنيه الإجابة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطيتم من الصدقة فأغنوا يعني أعطي الفقير ما يغني ما ينقله من حالة الفقر إلى حالة الغنى أثناء حصوله على الزكاة أو أثناء أخذه للزكاة أو للصدقة وبذلك نرد على الأخت السائلة بأن الأفضل أن توزع هذا المبلغ على عشرة فقراء فقط بدلا من مئة فقير لأنك لو وزعته على مئة فقير كل فقير سيأخذ عشر جنيهات لن تكفيه ولن تفيده في ظروف غلاء المعيشة ولكن إذا وزعته على عشرة فقراء فسوف يأخذ كل فقير مئة جنيه قد تفيده أو تغنيه أكثر من العشرة جنيه إذا أعطيتم من الصدقة فأغنوا أحد الإخوة المشاهدين يقول ماذا أفعل مع المتسول أو السائل القوي الصحيح ظاهرة موجودة ومنتشرة في كثير من البلدان أنك تجد بعض المتسولين يقفون على الطرقات بل عند المطبات بل عند مناطق ازدحام السيارات بل عند أبواب المتاجر ماذا كيف نتعامل مع هؤلاء لكن بعد ما ناخد اتصال من أم عمر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بركاته كل سنة وحباك طيب أهلا وسهلا بحضرتك يا فانديم وحضرتك الأسرة الكريبة أهلا بحضرتك معرفة أنك تعدى سؤال حضرتك سؤالي فضلي أنا ختمت القرآن أول مرة أولة مبارح فبدأت فيه ختمة تاني مرة بس أنا وهبتها الوالج المتوفى هل يجوز أو لا يجوز تقبل الله الله يخليك يا عمش هرد على حضرتك حاضر أنا أصلا مفروض معد الدورة الشهرية بكرة إن شاء الله بس من شوية كده نظر علي إفراضات بس فيها دم بسيط مرة واحدة لكن ما نزلش تاني خالص هل يوم بتاعي بطل ولا ما بطلش شكرا حاضر يا فانديم تفضلي الأخت أم عمر بتسأل سؤالين السؤال الأول ربنا وفقها الحمد لله وختمت القرآن في شهر رمضان في النصف الأول من شهر رمضان تريد أن تختم القرآن مرة ثانية وتهب ثواب القراءة لوالدها المتوفى هذا الأمر مختلف فيه وعلى الأرجح أن الذي يصل إلى المتوفى خمسة أمور بالاتفاق والإجماع هذه الأمور الخمسة هي الدعاء الاستغفار الصدقة الحج العمرة دعاء استغفار صدقة حج عمرة هذه خمسة أمور يصل ثوابها إلى المتوفى بلا خلاف وبلا جدال أما القرآن ففيه اختلاف وأكثر الفقهاء على أن ثواب قراءة القرآن لا تصل إلا إذا كانت من أحد أصلاب المتوفى يعني من أحد زريته الذين هم من صلبه لماذا؟ لأن كل عمل صالح يفعله الإبن أو الإبنة يوضع في ميزان حسنات والده المتوفى أو والدته المتوفى لأن الحق سبحانه يقول في القرآن العظيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأجمع العلماء والمفسرون على أن ولد الإنسان من سعيه وبذلك يكون كل عمل صالح يفعله الإبن في ميزان حسنات والده المتوفى فقرأي القرآن وإن شاء الله ستثابين وسيصل الأجر والثواب إلى الوالد الكريم عليه رحمة الله ورحمة الله على جميع أموات المسلمين لأن الميت يصر ويسعد بالعمل الصالح الذي يفعله ابنه أو ابنته ولكنه يتألم إذا ارتكب الإبن أو الإبنة معصية يقول رواحة بن عبد الله بن رواحة لما مات أبي شهيدا في غزوة مؤتة زلت قدماي زلة عصيط الله فيها فرأيت أبي في المنام والحزن مخيم على وجهه وقال لي لما عصيط الله يا بني إنني لا أستطيع أن أجلس بين الموت لأن بي خزيا عظيما بسبب معصيتك لله فيجب على الإبن أو الإبنة إكرام الآباء والأمهات الذين توفاهم الله بالأعمال الصالحة التي تسعدهم وتصل إليهم بأمر الله تبارك وتعالى هنجاوب على السؤال الثاني بس ما ناخد اتصال معنا اتصال من الحج أحمد تفضل السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته أهلاً وسهلاً يا حج أحمد تفضل كل عام حضرتك بخير أنا بقى أفضلتك أنا كن عندي بس السؤال أنا بجيب عربية جديدة إن شاء الله يعني هتبقى 25 رمضان هتبقى موجودة عندي تمام ربنا يملأها لكبرك إن شاء الله ربنا يا عزيزة فهل إيه عليها يبقى عليها أصار فالسيارة دي سيارة ملاكة ولا سيارة أجرة لأ أجرة يا فمد شكراً حاضر بالنسبة لسؤال الحج أحمد هو بيشتري سيارة أجرة طبعاً السيارات بالنسبة للزكاة إذا كانت سيارة ملاكة يعني لا تدر دخلاً فلا زكاة عليها أما السيارة الأجرة فبيحسب الربح بتاعها وإذا ربحها بلغ النصاب وحال عليه الحول بيحسب عليه زكاة مال اللي هو ربع العشر بس بشرط تمام الملكية هو براءة الزمة من الديون يعني إذن الأخ السائل لا بد أن ينتهي من ديونه حتى يحصل على شرط الملكية الكاملة اللي هو تمام الملكية وبراءة زمته من الديون وبعد تمام الملكية وبراءة الزمة من الديون يحسب الأرباح التي تأتيه من هذه السيارة خلال الحول أو العام إن بلغت النصاب أخرج عليها زكاة مال ربع العشر يعني عن كل ألف جنيه 25 جنيه أما بالنسبة للسؤال الثاني لأم عمر هنجوبه بس بعد ما ناخد اتصال من الأستاذ أيمن السلام عليكم السلام عليكم السلامة الله وبركاته زي فضلت الشيخ أهلا وسهلا بحضرتك اتفضل السلامة الله وبركاته عليكم السلامة اتفضل سمعك يا أستاذ أيمن الله عندي ثلاث أسألة فضيلتك تحت أمرك السؤال الأول خاص معنا بيت بناء الوالد قبل ما يتوفى نعم تفضل فأتصوف الوالد فحبين دلوقت نبيع البيت تمام ففيه إخواتي فيه كل واحد سهم بمبلغ أخ دفع 40 أخ دفع 10 أخ دفع 5 حسب مقدرته أنتوا بتبيعوا البيت ولا بتشتروه نعم أنتوا عايزين تبيعوا البيت ولا تشتروه البيت ولا إيه عايزين نبيعوا البيت تبيعوه طب بيدفعوا لإيه بقى يعني حد عايز يخلصه فيه أخ قال أنا دفع 40 أخذها 100 وأخ تاني دفعهم قال أنا معي الشي فدلوقت معاني قال يا إما مثلا صبول البيت أو أنا أخذ 100 لأنه دفعت 40 ووقتها كانت الأربعين تجيب حاجي فاحنا قلوا لا أنت سهمت بها في البيت وأنا سهمت وأخوك التاني سهم مش من حقك تاخذ قال لا حق أخذه يا إما كل واحد ديني 100 ألف يعني أنت توصد يا أستاذ أيمن أن أنتوا بتساعدوا في بناء البيت أو تجهيزه عشان تبعوه لا إحنا ساعدنا والدنا قبل ما يتوفر تمام تمام وكل واحد دفع جزء حسب ما قدرته فجي الوالد يتوفر دولوقت فعايزين نبيع البيت فجاء وأخ من إخواتي قال لا أنا دفعتها زمان دي عايزها 100 منيكم إما كل واحد يديني 100 منيكم قلنا له لا مش من حقك إحنا دفعنا دي قال لا أنا أخذ الأربعين زمان كنت تجيب لي حاجات ويجيب لي أرض ويجيب لي بيت أخ الأكبر كان ساكن في البيت لا فيش حد ساكن كلنا برا تمام شكرا يا أستاذ أيمن سؤال تاني طيب هنسمع اتصال من الحج رجب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا الله يعفظك يا حج رجب شكرا جزيلا بالنسبة يا فردي ما عايز أتكلم في نقطة بالنسبة التسول كتر جول متسولين كتر وجول شهر رمضان نعم نعرف ناس والله أعلم بين عماير وبتطربها في الحضيات الغلط فعولة عدي للناس دي والعولة عدي للأجارب اللي لنا اللي هي أفضل حاضر حاضر يا حج رجب فلنح أحسن يا سيخ شكرا جزيلا حاضر يا حج رجب بني أبارك فيك يا سيخ فضل يا حج رجب فضل شكرا نرجع للأستاذ أيمن بيقول أن الأب توفاه الله وطرق بيت وأن الأخ الأكبر كان دافع مبلغ في هذا البيت المبلغ ده يقدر بـ 40 ألف جنيه هذا المبلغ أساسا يحفظ للأخ يختطع من التاركة بقيمته على حاله لا يقبل الزيادة لأنه كان ساعد في حالة وجود الأب من باب البر أو من باب الصلة لا يجوز له أن يطلب زيادة على هذا المبلغ يأخذه كقيمته ولكن يختطع قبل تخصيم التاركة والباقي يقسم على الجميع بما فيهم الأخ الأكبر للذكر مثل حظ الأنثيين في هذه الحالة يقسم بشرع الله عز وجل إذا تم بيعه ولكن ينبغي أن نقططع أولا نصيب الأخ الأكبر الذي يشارك به كما هو يعني الـ 40 ألف لدفعهم يأخذهم برة تركة وبعدين يأخذ نصيبه في البيت إن شاء الله السؤال التالي بتاعه معامر بتسأل عن الدورة الشهرية بتقول أن هي منتظرها معادها هيجي غدا لكن نزل عليها بعض الإفرازات طبعا هو لابد للمرأة أن هي تميز بين دم الحيط وبين أي إفرازات أخرى لأن ذكرنا قبل كده أن فيه حيض وفيه استحاضة دم الحيط بلونه الداكن المعروف لدى المرأة أي سيدة من الأخوات بتعرفه وبتعرف لونه ده دم الحيط اللي بيمنعها من الصيام ومن الصلاة ومن مس المصحف لكن هناك إفرازات وهناك دم استحاضة ينزل في غير وقت الدورة الشهرية هذه الإفرازات لونها يختلف تماما عن لون دم الحيط ورائعتها قد تكون كريهة وتختلف عن رائحة الدم هذه الإفرازات أو دم الاستحاضة لا يؤثر على صحة الصيام ولا يمنع المرأة من الصلاة ولا من مس المصحف ولا من قراءة القرآن ولكن عليها أن تتأكد وتتيقن إن كان ما ينزل عليها هو دم حيط أم دم الاستحاض لأنه لو نزل دم الحيط لو قطرة واحدة فسد الصيام حتى لو نزلت عليها قطرة واحدة من دم الحيط قبل غروب الشمس بلحظة فقد فسد صيامها وعليها قضاء يوم مكان هذا اليوم لكن إن كانت الإفرازات التي تنزل بخلاف دم الحيط كاستحاضة أو إفرازات أخرى فهذه لا تؤثر على صحة صيامها والله أعلم أما بالنسبة لسؤال بتاع الحج رجب الحج رجب بيتكلم في نقطة مهمة كنا وقفنا عندها وهي التسول في ناس بتيجي تطلب تطرق أبواب البيوت وتقف في الشوارع وفي الطرقات وفي الأسواق علشان تطلب وده كده بيضيع حق الفقير المتعفف اللي قاعد في بيته قد يكون قعيد قد يكون مريض قد يكون كفيف قد يكون مصاب بمرض مزمن ولا يستطيع أن يخرج ويسأل الناس إلحافا أو يطوف على البيوت أو يقف في الطرقات فأنت عندما تعطي زكاة مالكة لهذا المتسول فأنت ستحرم هذا الضعيف الذي ينتظر حقه الذي فرضاه الله له فالحج رجب بيقول أنا أعطي للمتسول ده من زكاة مالي ولا أعطيها للفقير الضعيف اللي قاعد في بيته أو في عشته ومنتظر أن ربنا يبعث له رزقه أو حقه اللي ربنا فرضه له تمام طبعا لا شك أن العقل يقول أن أنت لازم تبحث عن الفقير المحتاج خاصة أن السائل بيقول أن له أقارب فقراء ولما يكون لك قريب فقير في هذه الحالة ينبغي أن تبديه وتعطيه أولا وفي هذه الطريقة تأخذ أجرين أجر الصدقة وأجر الصلة يعني أجر الصدقة وأجر صلة الرحم مدام هذا القريب ليس من الأصول والفروع كما ذكرنا لا يجوز لمن تجب عليك نفقتهم ولا يجوز للأصول وإن علوا ولا للفروع وإن دنوا ولا يجوز للرجل أن يعطي زوجته من زكاة ماله بعجة أنها فقيرة أو محتاجة لأنه يجب عليه نفقتها ولكن قال بعض الفقهاء أن الزوجة الغنية إذا كان زوجها فقيرا جاز لها أن تعطيه من زكاتها لأنها لا يجب عليها النفقة إذا كان الإنسان المزكي له أقارب فقراء يضعهم في المقام الأول ويعطيهم من زكاة ماله وهم أولى من أي شيء كيف أتصرف مع المتسول هل أسجره وأنهره هل أتعامل معه بعنف كلا كيف نتعامل معه سنجيب بعد ما ناخد اتصال من أم حسام السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بعضتك يا فاند متفضل أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أنا ليس سؤال على سيام شوال أنا دلوقتي سمعت حزديس فيما معناه أن سيدنا النبي حدد ست أيام قال ست أيام من شوال ما حددهمش إذا كانوا فريدة أو نوافع فأنا عليها مثلا سبع أيام في رمضان فهل ينفع أن أنا أصومهم بنية القضاء اللي عليها ويتحزبولي برضو ستة من شوال بس أنا أصومهم بنية القضاء اللي عليها ماشا حاضر فهل يجوز أن هي تتعامل يعني تبقى بنية يعني تتحطيب لستة من شوال برضو هجاول حضرتك حضر أم حسام ماش شكرا فضالي فضالي السلام السؤال أم حسام بتسأل عن صيام شوال هي عليها سبع أيام أفطرتهم بعزر شرعي في رمضان و هي تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صامت ظهر كلها يعني كأنه صام السنة كلها أو طول العمر طب ليه؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها إذن صيام شهر رمضان بتاخد عليه أجرأ صيام عشرة أشهر طب السنة كم شهر؟ 12 شهر شهر رمضان بيتحسب لك بعشر أشهر يعني تبقى كم؟ شهرين شهرين يعني كم يوم؟ يعني ستين يوم لما بتصم ستة أيام أجرهم يعادل أجر ستين يوم دول لأن الحسنة بعشر أمثالها فإذا صمت ستة أيام من شوال بعد رمضان يبقى أنت صمت رمضان بعشر شهور والستة أيام من شوال بشهرين يعني بستين يوم يبقى أنت كأنك صمت السنة كلها إذا عملت كده كل سنة كأنك صمت العمر كله وكأنك صمت الظهر كله طيب معنى اتصال هنكمل بس بعد ما ناخد اتصال من الأخت صباح السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أكتور معين أسمح تفضلي يا فن بص حب ذلك أنا والدي ما يدفع حدث علي رحمة الله فأنا عايزة أجيب له كفا وأطلعه صدقة تمام فحلل وحرام حاضر شكرا شكرا تفضلي ناخد اتصال آخر من المهبة عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا لو سمعتها سأحرك سؤالين فضل يا فن أول سؤال أنا عايزة عرب بس زكاة الزكاة يعني السنة دي كم أنا وزوجي علينا كم نأدي زكاة الفطر زكاة الفطر ولا زكاة المال نعم زكاة الفطر ولا زكاة المال لا زكاة تعطي رمضان حاضر شكرا وتاني سؤال معلش أنا دلوقتي زوجي بيشرب دخن اللي هو شيشة يعني فأنا دلوقتي أنا أعرف أن هي غلط وأنا بحاول أن أنا يعني أدعيدي ربنا يهديه كده بس أنا هل أنا تعديلي لها ده فيه زنبه أو اسمه علي حاضر تفضلي شكرا تفضلي نرجع نكمل إجابة سؤال لأم حسام هي بتقول بالنسبة لصيام شوال الأيام تجوز متفرقة أو متتالية يعني الحديث ثم أتبعه ستة من شوال ومش لازم تكون الأيام الستة متتالية يجوز أنها تكون متفرقة يجوز أن أنت تصومها اتنين وخميس أي ستة أيام من شوال لكن ده صيام تطوع نفلة أما الأيام اللي هي أفطريطها في رمضان فدي فريضة وما ينفعش أن أنا أقدم السنة على الفريضة يعني ما ينفعش أصوم الست أيام بتوع شوال اللي هم النافلة قبل الفريضة يبقى تبدأ تصومي اللي عليك الأول وتصومي القضاء وبعد ما تنتهي من السبع أيام اللي أنت أفطرتيهم في رمضان تبدأ تصومي ستة تانيين من شوال إن أدركتي وإن صحتك ساعدتك على هذا الأمر بدون مشقة لكن ما ينفعش أن أنا أعمل نية مزدوجة للفريضة والنافلة يعني ما ينفعش تصومي سبع أيام وتقولي دول القضاء ومنهم الستة التطوع بتوع شوال أما بالنسبة لسؤال الأخت صباح هي بتسأل إن والدها توفاه الله وعايزة تتصدق بكفن طبعا يجوز التصدق بالأكفان لغير القادرين ده شيء طبيعي وهناك هيئات ومغاسل تتلقى هذه التبرعات أدوات الغسل والتكفين والكفن الشرعي فتتبرع ويكون صدقة طيبة وأي صدقة يخرجها الإبن أو الإبنة يصل أجرها للوالد المتوفى ما دامت النية معقودة على هذا الأمر وكذلك يوساب الإبن المتصدق أيضا أما بالنسبة لسؤال أمهبة بتسأل عن مقدار زكاة الفطرة وبتسأل عن مشكلة الدخان تدخين الشيشة أو النرجيلة أو السجائر يعني زوجها مبتلة بالتدخين وهي طبعا تعلم أن هذا خطأ لكن بتقول هل أنا علي زنب لأن أنا سيباه يدخن طبعا هي عليها النصيحة كل المطلوب منك أن أنت تنصحيه وتحاول توجهيه وتدعيله بالهداية وإن شاء الله ربنا حيهديه ويعني يقلع عن هذه العادة الزميمة بإذن الله ويوفر ماله لأهله وأولاده بفضل الله أما بالنسبة لمقدار زكاة الفطرة زكاة الفطرة أولا فيه موعد لخروجها موعد إخراج زكاة الفطرة عند الحنفية يجب بفجر يوم العيد هي لابد أن تخرج قبل صلاة العيد وصلاة العيد بتكون بعد شروق الشمس ب25 دقيقة أو بتلتساع تقريبا الحنفية قالوا أن زكاة الفطرة تخرج فجر يوم العيد أما بالنسبة للشافعية قالوا بعد غروب شمس آخر أيام رمضان يعني ليلة العيد أما الحنابلة والمالكية فقالوا تخرج قبل العيد بيوم أو يومين جمهور الفقهاء أجازوا أن احنا نخرجها من أول رمضان ليه؟ لأنها بتجب بأمرين صيام رمضان والفطر منه من أدرك أحد الأمرين جاز له إخراج زكاة الفطر يعني اللي بدأ رمضان وصم يوم من رمضان يجوز أن يخرج زكاة الفطر تمام؟ يبدأ أولا عشان نعرف موعد إخراج زكاة الفطر طيب بالنسبة لمقدار زكاة الفطر الرسول صلى الله عليه وسلم حدد زكاة الفطر بصاع من أغلب قوت البلدة سواء كان قوت البلدة قمح أو أرز أو طمر أو زبيب أو شعير أو زرة أو غير ذلك طيب إحنا الصاع يقدر عندنا إيه الوقت؟ بحوالي 2.5 كيلو أو 2.4 كيلو جرام بالزبط إحنا عن قول 2.5 كيلو قمح أو أرز أو أغلب قوت البلدة طيب ينفع أخراجها فلوس أجازة الإمام أبو حنيفة إخراجها نقداً لمصلحة الفقير ودار الإفتاء المصرية حددت الحد الأدنى لإخراج زكاة الفطر عن الفرض 15 جنيها يعني 15 جنيها عن كل فرض أو 2.5 كيلو أرز أو قمح من أغلب قوت البلدة يأما تخرجيها حبوب يأما تخرجوها نقداً هذا جائز وهذا جائز هذا صحيح وذاكا صحيح لكنها تخرج عن المرء وعن كل من يعوله يعني الأب يخرجها عن نفسه وعن أولاده وعن زوجته وإن كان له أبوان هارمان ينفق عليهما فيخرج عنهما زكاة الفطر أو ما شابه ذلك لأنها تجب عليك وعلى من تعول حتى لو ولد مولود قبل غروب شمس آخر أيام رمضان بلحظة واجب عليك إخراج زكاة الفطر عنه لكن الجنين اللي في بطن أمه قال العلماء يستحب ولكن لا يجب لا تجب عليه زكاة مال لكن يستحب من باب الاستحباب أن تخرج عنه إن كان في استطاعتك وإن لم تخرج فلا شيء عليك لأنها غير واجبة على الجنين الإنسان الذي مات الذي صام في رمضان ومات بعد غروب شمس آخر أيام رمضان يجب على أولاده إخراج زكاة الفطر عنهم وقيمة زكاة الفطر أكررها 2.5 كيلو حبوب يعني قامح أو أرز أو 15 جنيه نقدا عن كل فرد وهي بتختلف عن فدية الصيام لأن فدية الصيام نصف صاع من أغلب قوة البلدة يعني الإنسان اللي أفطر يوم لعلة مرضية ومريض بمرض لا يرجى برقه أو لا ينتظر شفاءه بيخرج إطعام مسكين عن كل يوم دار الإفتاء المصرية حددت قيمة الفدية عن كل يوم بعشرة جنيهات حد أدنى يعني أقل حاجة تخرجها للفقير كإطعام عن اليوم إنك تخرج عشرة جنيهات إن قدرت تتزود عن ذلك فبها ونعمة إن قدرت أن أنت تجاهز طعام وتعطيه للفقير عن كل يوم تطعم مسكين طعام يوم كامل يعني تديره الفطر والصحور بتاعه فبها ونعمة فهذا خير إن لم تستطع فأقل شيء إنك تخرج عشرة جنيهات عن كل يوم أفطرته إن كنت لا تستطيع القضاء إذن لو أيها معنا اتصال من مين يا أستاذ علي؟ السلام عليكم السلام عليكم تفضل يا فاند عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك يا أستاذ حسين تفضل بقولك يا فاند من لوحدة حضرتك مثلا زيكدا حامل وممكن تبطل رفع رمضان فانديم ولا يوز لو تبقى حاضر حاضر يا سيد حسين طب معنا اتصال من أم منا السلام عليكم عليكم السلام عليكم فضال يا فاندي عليكم السلام عليكم فضال يا فاندي بسمعك بس عايزة حضرتك بس سؤالين لو سمع فضالي بالنسبة لفتاة للفترة حضرتك نعم ممكن نديها لشخص واحد بس او عدة اشخاص حاضر ماشي حاضر يا ممنا اتفضلي بالنسبة لزكاة المال حضرتك وزكاة المال ممكن نطلحها قبل معادها مثلا بشهرين ثلاثة ولا عادي حاضر شكرا يا ممنا اتفضلي نرجع لسؤال الاخ حسين بيسأل الزوجة حامل هل يجوز لها الفطر ان كان الصيام يضعفها نعم الحامل والمرضع من اصحاب الاعذار وذكرنا قبل ذلك ان اصحاب الاعذار الذين لهم رخصة الفطر خمسة المريض ولما جينا نتكلم عن المريض قلنا اللي يحدد الطبيب هو اللي يقول ان المريض ده ممكن يتضرر من الصيام وكده يبقى معاه رخصة الفطر لكن اهل الدين او اهل العلم ما يقدروش يحدده اذا كان المريض ده يقدر يصوم ولا لا الطبيب اللي بيحدد لو المريض قالك ان انت لازم تاخد علاج في الوقت اللي الناس تصوم فيه وان الصيام حيدرك يبقى انت كده هتفطر ومعاك الرخصة يبقى احنا قلنا المريض والمسافر والحامل والمرضع والطاعن في السن او المخرف يعني المصاب بمرض الزهايمر او فقد الزاكرة او ضعف الزاكرة لدرجة لا يستطيع ان يميز بينها بين الامساك والافطار اذا الاخت الحامل يجوز لها ان تفطر وتقضي بعد ذلك ان اعاناها الله عز وجل وان استمر ضعفها فعليها الفدية كما ذكرنا سؤال ام منا عن زكاة الفطر هل يجوز ان انا اجمع زكاة الفطر بتاعت الاسرة كلها بتاعت الزوج والزوجة والاولاد وعطيهم لفرض واحد يجوز ان كان هذا الشخص مستحق وشديد العوز وشديد الفقرة فهذا جائز ويجوز ان توزعيها كل زكاة على فرض معين يعني هذا صحيح وهذا صحيح لكن المهم ان احنا بنتحرى زاوي الحاجة زاوي العوز يعني ان كان الانسان اللي انت عايز تديله الزكاة كاملة ضعيف جدا يجوز ان انت تديله اذا كنت تعرفي اكثر من شخص ضعيف وفقير وزعيها عليهم بالنسبة لزكاة المال هي بتقول ينفع اخرج زكاة المال قبل موعدها بشهر او شهرين اولا زكاة المال علشان نقدر نفرق بينها وبين زكاة الفطر زكاة الفطر بتجب على كل من ادرك شهر رمضان الزكر والانثى الصغير والكبير الحر والعبد لكنها تسقط عن الفقير فقر مدقع الذي لا يجد قوت يومه ده مش هيقدر ان هو يأديها او يخرجها لاحد لكن لو كان انسان بسيط لكن يستطيع اخراجها فعليه اخراجها عنه وعن من يعول دي زكاة الفطر لكن زكاة المال لا تجب الا على من امتلك مبلغا من المال بلغ حد النصاب وحال عليه الحولة مع تمام الملكية وبراءة الزمة من الديون طيب احنا اولا عايزين نعرف اول شرط احنا قلنا يكون معاه مبلغ بلغ النصاب احسب نصاب زكاة المال ازاي لان بعض الاخوة السائلين سألوا برضو عن نصاب زكاة المال نصاب زكاة المال يقدر بحوالي خمسة وتمانين جرام ده او خمسمية خمسة وتسعين جرام فضة نحسب تمن الخمسة وتمانين جرام ده بعيار واحد وعشرين طيب في هذه الايام لو جينا نحسبها حنلاقي ان نصاب زكاة المال ما يقلش عن خمسة وخمسين الف جنيه يعني الانسان اللي امتلك مبلغ من المال خضره خمسة وخمسين الف جنيه فاكثر هذا وهذا المبلغ ظل في حوزته عاما كاملا يعني مر عليه عام وهو في حوزته مع تمام ملكيته لهذا المبلغ وبراءة زمته من الديون فيجب عليه اخراج ربع العشر يعني اتنين ونص في المية يعني عن كل الف جنيه هيخرج خمسة وعشرين جنيه ده بعد حول الحول يعني هي لا تجب الا بعد حول الحول طب لو واحد خرجها مؤدم لان ظهر له حالات فقيرة او حالات معينة مريض مثلا حيعمل عملية جراحية شديدة لو ما عملهاش حيموت ومحتاج ياخد وانت عايز تديله من زكاة المال علشان تكون سبب في احياء هذه النفس ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا او انسان عليه دين وحيتحبس لو ما خدش وانت عايز تديله ظهر لك حالات مستعصية زي دي اديها من زكاة المال وحسبها ويجوز ان انت تحسبه على مدار السنة بحيث اما يجي وقت اخراج الزكاة تكون خرقت كل زكاة مالك وهي مش لازم تخرج في رمضان لكن بعد ما يمر عليها حول كامل سواء كانت في رمضان او في غير رمضان لكن الزكاة الخاصة برمضان دي زكاة الفطر علشان نميز بين الاثنين معنا اتصال من الأستاذ احمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا استاذ احمد اتفضل يا فن لو سمحت بالنسبة لزكاة رمضان اتفضل ممكن اطلحها للناس العرائبين ولا لأي جامعية حاضر اتفضل يا استاذ احمد حاضر هرد على حضرتك شكرا هو بيسأل عن الزكاة طب ناخد سؤال من أمو سلمة وبعدين نرد على سؤال الأستاذ احمد السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام اهلا وسهلا بحضرتك أمو سلمة اتفضلي كل سلام حضرتك طيب وحضرتك بكامل الصحة والعافية لو واحد حلف على مراته لا اتباتي في البيت الليلة دي حالية الثلاثة لا اتباتي في الليلة في البيت دي في بيتي يعني عليها ايه حاضر حاستأذنك طب تفضلي يا امو سلمة حاضر هرد على حضرتك شكرا هناخد اتصال من الأستاذ اهاب وبعدين نجاوض السلام عليكم عليكم السلام اهلا بك يا امو سلمة اهلا بك يا امو سلمة الله سليك فضلك لا تحت امرك تنورنا تفضل بالامر لله وحضر الله باركلا للغاية يا دكتور انا والدتي من اصحاب الانواب المزمنة شفاها الله وعفاها من احدى الخير بس يعني ساعدني التكاليف العلاجي بك سر الف خير يا دكتور والله الظروف عندي صعب وانا تفكر هديد مجامز يا دكتور والله حاسأذنك تسيب الرقم في الكنترول وان شاء الله الله المستعان حاضر الله يكلمك يا دكتور فضل فضل بسعاد شكرا نرجع لسؤال الاستاذ احمد كان بيسأل عن اخراج الزكاة نتكلم عن زكاة رمضان او زكاة الفطر او اي زكاة هل اخرجها للأقارب اللي انا عرفهم اذا كان عندك أقارب فقراء ومساكين ابدأ بيهم وخرج لهم اذا كنت تعرف الفقراء والمساكين وقدرت تتحرط دقة وتروح لهم بنفسك وتخرج لهم يبقى خير ولك عظيم الاجر عند الله بتسأل بقى عن الجمعيات او التوكيل في الزكاة التوكيل في اخراج الزكاة جائز ومشروع ولك نفس الاجر ولن ينقص من اجر كشيء بس بشرط ان انت تختار وكيل ثقة تتيقن من ان هذا الوكيل سيؤدي المهمة على اكمل وجه وتصل الى المستحقين الفعليين ولكن هناك شروط للتوكيل اول شرط هو النية انه انت بتدي الاموال لهذا الوكيل تكون عاقد نيتك ان انت بتخرجها زكاة مال او زكاة فطر او زكاة كذا او كذا حسب النوع او صدقة الامر الثاني ان لازم الوكيل الامين على هذا المال وهو بيخرج الزكاة يكون عن دنية يعني ينوي ان هذا المال عن فلان فبتاخد اجرك كامل وهو بياخد مثل اجرك ومجرد المال خرج من ايدك ووصل ليد الوكيل بارئت زمتك من الزكاة عند الله يعني اذا تأخر او تماطل الوكيل فالمسئولية عليه هو الزنب والاسم عليه مدام هو قبل ان هو يتحمل هذه الامانة اذا فهو المسئول عنها امام الله بمجرد ما خرجت من ايدك ووصلت ليده ويبقى كأنها وصلت لربنا سبحانه وتعالى وانت زمتك بريئة لكن يكون اهل ثقة وياخدها وينوي وهو بيخرجها النية اللي انت كلفته بها اذا يجوز ان انت تخرج بنفسك ان استطعت او توكل من تأتمنه على الاخراج مع تأكيد النية عليه ان ينوي وهو يخرجها انها تخرج كزكات فطر او كزكات مال او كصدقة او ما شابه ذلك هذا صحيح وذاك صحيح والله يتقبل سؤال ام سلمة عن يمين الطلاق اولا احنا تحدثنا عن هذه المشكلة التي تهدد بيوت المسلمين وذكرنا ان يمين الطلاق يهتز له عرش الرحمن غضبا على صاحبه سواء كان صادقا او كاذبا وذكرنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ملعون 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 من حلف بالطلاق او حلف به هي بتسأل ان واحد حلف على امراته قال لها علي الطلاق بالتلاتة من انت بيته في البيت طيب هي في الحالة دي ابقى هتخرج تبات بر البيت مدام هو حلف على الليلة دي طيب لو هي وقعت اليمين وباتت في البيت هنسأله اذا كان ده اول مرة يحلف يمين طلاق ولا تاني مرة ولا تالت مرة اذا كانت المرة الاولى او التانية حلها كفارة كفارة يمين وكفارة اليمين بتكون باطعام عشرة مساكين او صيام تلات ايام واطعام عشر مساكين ازاي اطعام يوم كامل يعني اذا كنت في رمضان هتفطر المسكين وتصحروا في غير رمضان هتأكلوا فطار وغدا وعشا يعني اطعام يوم كامل مش هتخرج طعام يبقى هتخرج نصف صاع من اغلب قوة البلدة نصف صاع رزة او قامح مثلا هتخرج فلوس يبقى دار الافتاء حددتها زي فدية الاطعام عن الصيام فبنقدر نقول ان انت هتخرج عن اليوم عشرة جنيه هتحد أدنى او من اوسط ما تطعمون اهليكم لان قلنا ان الطعام بيختلف من شخص الاخر كل واحد حسب قدرته اللي بيأكل فيها ممكن واحد يكون بيأكل فعلا بعشرة جنيه في اليوم ممكن واحد يكون بيأكل بمية جنيه في اليوم فكل واحد عارف تكلفته نوعية الطعام اللي بيأكله ايه يخرج منه يبقى كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين او صيام تلتية طيب ويحسب على نفسه ان دي تحسبت عليه طلقة لانه هو له مرتين بس الطلاقه مرتان طب لو جهل المرة التالتة بقى وحلف بالطلق وهي وقعت اليمين في الحالة دي هتبقى مشكلة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيرا ودي زي ما قلنا بيضطر يلجع لأهل الإفتاء وأهل الحل والعقد علشان يكتشفوا اذا كان الطلاق ده سني ولا بدعي وعرفنا الطلاق السني بأنه أن يطلق الرجل وزوجته في طهر لم يجامعها فيه ان فقط شرط من شروط هذا التعريف يتحول لطلاق بدعي ويبقى فيه أقوال اذا كان يقع ولا لا يقع لكن يجب أن نحفظ الأيمان ويجب أن نحفظ الألسنة خاصة أننا في أيام صيام ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فعليك أن تحفظ لسانك عن كل ما يغضب الله عز وجل هنرجع لسؤال الأستاذ رجب عن كيفية التعامل مع المتسول وإحنا بنقول أن الإنسان المتسول ينبغي أن أنت تتعامل معه برفق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك أن أنت ما تنهرش السائل حتى لو كان على فرس لو كان فارس قوي وراكب فرس ما تنهروش فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر لكن ممكن تدعيله بالخير وما طعتهوش إذا كنت متأكد أنه هو قوي وممكن تتعامل معه زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم اتعامل مع هؤلاء جاءه شخصان جلدان يعني أخوياء واضح عليهم أمرات الصحة والعافية وجم يطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم من زكاة المال فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر إليه وقال إن شئتما أعطيتكما ولكن اعلم أن هذه الزكاة لا تجوز لغني ولا لذي مرة سوي يعني لا تجوز لغني ولا لقوي أي صحيح إن شئتما أعطيتكما ولكن اعلم أنها ستكون مالا حراما عليكما إن كنتما خاضرين يكفي أن تخبر السائل بهذا الأمر وتعلمه أنه إن كان خاضرين لأن السائل ممكن يكون ظاهر عليها أمارات الصحة لكن يقول لك أنا مريض وبأخذ علاج غالي وبأروح أغسل وبأروح أعمل وبأخذ جلسات أو شيء من هذا القبيل والله أعلم بما في بطنه لكن أنت يجب عليك أن تتعامل معه برفق قوله معروف ومغفرة وخيره من صدقة يتبعها أزل معنا اتصال أسعلي؟ مين يا أستاذ علي؟ معنا اتصال من الأخت الرهامة السلام عليكم السلام عليكم ونحسن الله بك أهلا وسهلا تفضل يا فندي أنا كان عندي طفل واحد عمره 600 ربنا يبارك فيه تفضل وأنا وزودي مش بنفكر نجيب أطفال كي فحوالينا بيدغطوا علينا أنا مش عادي أخذ القرار دلوقتي إن أنا أعجيب ولا لأ وزودي مش موظف فأنا عم تريد أضغط عليهم في ظروف المعيشية شكرا هي الأخت بتسأل بتقول عندها طفل عمره الوقت ست سنوات نسأل الله أن يبارك فيه وفي أولاد المسلمين أجمعين وبتسأل إن أنا عايزة أمنع الإنجاب بعد ذلك لكن الأهل أو الأسرة المحيطة بتلح علينا وبتقول يعني أجيب ولا ما أجيبش أولا لابد أن تعلمي تمام العلم أن الله عز وجل هو الذي يرزق ويمنع يعني حتى لو الإنسان حاول أنه يمنع وربنا كاتب أن الرزق لا بد أن يأتي الرزق ولو الإنسان بيطمع في المزيد من أن يرزق بالأولاد لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر له فمهما فعل لن يحصل على هذا الرزق لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لما يشاء إناثا ويهب لما يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل ما يشاء عقيمة إذن الإنسان لا بد أن يعلم تمام العلم مبدئيا أن هذا الرزق من الله والذي يحدده هو الله وحده أنا مش في إيدي أن أنا أحدد الناس اللي بتاعي هيكون إيه لكن يجب علي أن أنا أنظم أسرتي علشان محملش نفسي أعباء فوق طأتي علشان مخلفش عياله معرفش ربيهم أو مقدرش أن أنا أنفق عليهم أو أعلهم إعالة صحيحة خاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول يعني الإنسان يرزق الله بأولاد ويضيعهم أذنب وارتكب إثما عظيم الأمر الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله على رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا وحرمت عليه الجنة يعني الإنسان ينبغي أن يراعي زريته مراعاة جيدة إن لم يستطع فعليه أن يتجنب الزيادة ولكن مع العلم بأنها بيد الله وقال الحكماء جهدوا البلاء أربعة قلة المال وكسرة العيال والجار السوء وزوجة تخونك ناخد التصال من مين يا أستاذ علي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته تقدر يا فاند لو سمعت هل يجوز إخراج زكاة المال في تجهيز العرائس الغير قادرين بس ده هو السؤال ماشي والتاني سؤال لو سمعت إذا الواحد ما استطاعش أن يتيقن من احتياج السائل للصدقة أو الزكاة هل بيؤجر برضو لو في حالة ما كانش محتاج لها حاضر حاضر يا فاند تقدر السلام عليكم فضل عليكم السلام عليكم السؤال الأول بيسأل هل يجوز أننا أخرج زكاة المال في تجهيز العرائس أولاً إحنا عايزين نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيؤكد لنا أن السعي في زواج الضعفاء والفقراء والأيتام يعني لو عرفت أن فيه واحدة فقيرة أو يتيمة أو مسكينة وبتتجهز وقدرت تساعد في تجهيزها هتأخذ أجر عظيم يفوق أجر الصدقة من سعى في تزويج رجل بامرأة كان له بكل خطوة مشاها وبكل كلمة تكلمها وبكل درهم أنفقه عبادة سنة صام نهارها وقام ليلها إذن فهو أجر عظيم ولكن زكاة المال تخرج مالاً يعني تخرج على صورة مال مش مضائع أو سلع أو أشياء من هذه الأمور فإذن إخرج زكاة المال في تجهيز عروس يتيمة أو فقيرة نعم لكن لو عروس قادرة لا يجوز طبعاً لأن الزكاة كما ذكرنا ينبغي أن تحصل في الفقراء والمساكين الأخ السائل بيقول لو لم يتيقن من حالة الفقير الذي يسأله يعني شخص طلب منه مال وهو أعطاه جزء من زكاة المال وطلع الشخص ده غير محتاج هل يأخذ الأجر؟ طبعاً هيأخذ الأجر هيؤجر بنيته حتى لو كان هذا الشخص غير مستحق ولكن ينبغي عليك أن تتحرق يعني عشان تأخذ الأجر كامل ومضاعف من الله وحتى تنال رضا الله ينبغي عليك أن تتحرد دقة حتى تصل بهذا المال إلى مستحقي لأن هذه حقوق فرضها الله عز وجل لبعض خلقه وأنت أمين على هذا الحق فينبغي عليك أن تتحرى الأمانة والدقة كي تقوم بتوصيل هذه الأمانة إلى مستحقيها الفعليين إن لم تكن تعرف الفقراء ذوي الاحتياجات الخاصة فعليك أن تستشير بعض الوكلاء الذين يعرفون ذلك كي يوصلك إليهم ولكن إذا أعطيت صدقة أو زكاة لإنسان غير محتاج فقد برئت زمتك وتؤجر على نيتك وهذا السائل الذي استحل مالا لا يستحقه هو الذي يأسم والله تعالى أعلى وأعلى إذن نرجع للسؤال الماضي اللي بيقول ما زكاة المبلغ المقترد هل هي على الدائن أو على المدينة طبعا يعني الأخ اللي بيسأل بيقول أنه هو فيه مبلغ مسلفه الواحد المبلغ ده اللي يخرج زكاة ماله هل اللي مستلف المقترد ولا الدائن اللي هو أعطى القرض زكاة القرض أو المبلغ المقترد تجب على الدائن أي صاحب المال الأصلي لأن هذا المال سيعود إليه حتى وإن لم يكن في حوزاته الآن لكنه سيضمن عودته إليه ما دم يصق في المدين فما دمت تصق في المدين وتضمن عودة هذا المال إليك فزكاة المال على الدائن وليس المدين لأن المدين لا يمتلك هذا المبلغ المدين أخذه على صفة القرض وسوف يسده في آن أو في وقت معين لصاحبه فلا تجب الزكاة عليه لكن زكاته على الدائن لكن لو إنسان مخرج ديون مخرج فلوس ويعني متأكد أن الفلوس دي ضايعة منه أو أن الناس دول حينصبوا عليه ومش هيجبوها في الحالة دي تسقط عنها زكاة المال يبقى إذن عشان تخرج الزكاة عن المبلغ المقترد يجب أن أنت تكون عارف كويس جدا أنه هو حيرجع لك ومتيقن من عودته إذا كنت متيقن من عودته يبقى زكاة المال تجب عليك السؤال الآخر معي مال مدخر مبلغ من المال مدخر لبناء مسكن وحال عليه الحول يعني مر عليه سنة هل تخرج زكاة المال ولا ما تخرجش طبعا مدام مر عليه الحول يعني مر عليه عام كامل وهو بلغ النصاب يعني زاد عن المبلغ بتاع النصاب اللي ذكرناه يبقى إذن لازم تخرج عليه الزكاة حتى لو كنت مدخر لبناء مسكن أو لزواج أو لحج ما دمت لم تنفق منه ما ينقصه عن النصاب قبل مرور الحول واجب عليك إخراج الزكاة لكن إذا أنفقت منه قبل مرور الحول مبلغا أنقصه عن قدر النصاب فبذلك تسقط الزكاة هل هناك زكاة لا تشترط مرور العام يعني حوالان الحول نعم زكاة الزروع زكاة الزروع لا تخرج بمرور عام وإنما تخرج في يوم الحصاد وآت حقه يوم حصاده يعني يوم جمع المحصول بتخرج الزكاة لا يشترط مرور العام طب كيف نحسب أو ما نصاب زكاة الزروع والمحاصيل يقدر بخمسة أو سقة والوسق 60 صاعا يعني بالوزن الحالي حوالي 612 كيلو جرام إذا المحصول بتاعك وصل حوالي 612 كيلو جرام من المحاصيل التي يقتات بها الناس واجب عليك أن تخرج عنه الزكاة يوم الحصاد الزكاة قد إيه؟ هل ربع العشر زي الماء؟ لا نصف العشر أو العشر إذا كانت الأرض بتروى بالمطر يبقى حتخرج العشر إذا كانت بتروى بالآلة يبقى حتخرج نصف العشر ما نصاب زكاة الرؤوس؟ زكاة الرؤوس اللي هي الحيوانات الإبل والبكر والغنم الإبل أقل حاجة 5 رؤوس إذا كان عندك 5 جمال هيبقى عليهم زكاة أقل من كده لو 4 أو 3 أو 2 لا زكاة فيها أما البكر 30 رأس لو عندك مربي يعني بكر أو جاموس فإذا وصل عندك 30 رأس يبقى عليك زكاة أقل من 30 رأس 20 25 29 لا زكاة فيها أما الغنم فنصاب الزكاة فيها يقدر بـ 40 رأس يعني لازم يكون عندك 40 خروف أو غنم أو شاء أو نعجة عشان تخرج عنهم الزكاة أقل من 40 لا زكاة فيها امرأة بتقول عندي زهب أجمعه في صندوق للإدخار كيف أخرج الزكاة أولا بالنسبة لزكاة الحلي الحلي الأحجار الكريمة فيه الزهب وفيه الفضة فقط هم اللي عليهم زكاة لكن باقي الأحجار الكريمة كلها مهما زادت ومهما غلى ثمنها اللؤلؤ المرجان الماس الياقوت العسجد الزبرجد الضر كل هذه العقيق كل هذه الأحجار الكريمة لا زكاة فيها الزهب والفضة فيها زكاة مال وذكرنا نصاب الزهب 85 جرام ونصاب الفضة 595 جرام قال جمهور الفقهاء أغلب الفقهاء على أن الزهب إذا كان للتزين يعني المرأة عندها دهب شبكتها أو دهبها الخاصة اللي بتلبسه بس للزينة لا زكاة فيه أما الزهب الذي يجمع للإدخار زي الأخت السائلة ما بتقول إنه عندها صندوق كل ما بيتجمع معها فلوس بتشتري بيها دهب وتعين الدهب بغيب أملها متضخر على هيئة زهب فده طبعا عليه زكاة زي زكاة المال بالضبط تقدر بربع العشر يعني كل ما يمر عليه سنة تحسب المبلغ ده تحسب تمنه توزن الدهب اللي عندها وتشوف تمنه قد إيه تأيمه بالسعر الحالي سعر يوم إخراج الزكاة وتحسب عليه الربع العشر وتخرجه الأحد الإخوة بيقول كيف أحسب نصاب زكاة المال وده ذكرناه وقلنا يقدر بـ 85 جرام دهب أو 585 جرام فضة يجب على كل إنسان وهو يخرج المال يعلم تمام العلم أن هذا الإحسان الذي يقدمه هو الذي سيبقى له الإنسان قد يستطيع أن ينقش اسمه على لوحة لوحة شرف أو ينقش اسمه فوق هرم أو ينقش اسمه على جبل لكن لن تستطيع أن تنقش اسمك في قلوب الناس إلا بالإحسان طيب ناخد اتصال من الأستاذ إسلام السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السهل أهلا وسهلا تفضل بقول لحركة تعيز أعرف هل من ضمن مصارف الزكاة أن أنا أجدد مقابر تابعة الجمعية يعني في جمعية عندهم مقبرتين فطلبين إحنا بنادفن يعني الميتين بتوعنا فيها نعم معي ف بس طبعا نتعرف يعني كل فترة يعني ما حد بيموت من الأسرة من عندنا يعني فهما الناس بتوع الجمعية طلبوا أن إحنا أطلع زكاة المال لتجديد لتربتين دولار نعم حاضر على المصارف الزكاة حاضر حارض على حضرتك على المصارف الزكاة تفضل طب نأخذ التصال من الأستاذ أحمد وبعلينا جاوب على المصارف الزكاة السلام عليكم السلام عليكم أريكم السلام أتفضل أهلا بيك معك مصطع عال صدر من المال أهلا بيك لأني أطوي سامعان أنا بدي أدين الضع ما كنتم incomes البحيرة دال بدي جديد دى سبحان أمانيا و طبع لو سمحت وط التلفزيون لو سمحت وط التلفزيون عشن أسمع بس وط التلفزيون خالص واسمعيني من التلفون نعم أيها كده تمام تفضل قولي من أول بقى أيها سمعك آل أيها سمعه عليك وتفضل طيب شكرا وضع الاتصال مش وضع شكرا طيب نرجع لسؤال الأستاذ إسلام بيقول هل يجوز إخراج زكاة المال في تجديد مقابر أولا نحن عايزين نقول حاجة إن المقابر دي صدقة فيه نوع من المقابر اسمه مقابر الصدقة زي للجمعيات بتعملها لغير القادرين ودي صدقة أنت حتساب وتؤجر عليها لكن الصدقة دي مش هتخرج من زكاة المال زي بالظبط لما تشارك في بناء مسجد لما تشارك في بناء مدرسة في بناء مستشفى في المعهد أزهري كل هذه صدقات تكون بمثابة صدقات جارية لك تنفعك في حياتك وبعد مماتك لكن مصارف الزكاة ينبغي أن نراعي أنها تخرج للفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل يبقى إذن لازم نفرق بين الزكاة وبين الصدقة عاوز تبني مقابر صدقة دي من مال الصدقة ودي تطوع بخلاف الزكاة المفروضة عاوز تشارك في بناء مسجد في بناء معهد أزهري في بناء در علم أو مدرسة في بناء مستشفى في أي شيء من هذه الأمور دي من باب الصدقات لكن الرأي الأرجح في مصارف الزكاة زي ما ذكرنا الفقراء المساكين الغارمين ابن السبيل نرجع نقول أن الإنسان ينبغي عليه أن يحسن إلى غيره ويحسن معاملة الفقير حتى لا نكون نعامل الفقير كما قال الشاعر يمشي الفقير وكل شيء ضده والناس تغلق دونه أبوابها وتره ممقوتا وليس بمذنب ويرى العداوة لا يرى أسبابها حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابها روية أن أحد خلفاء أحد الخلفاء دعا شعراء مصر ليكرمهم وبينما كان الشعراء متجهين إلى قصر الخليفة رأهم شاعر مصري فقير كان قد حمل جرته وذهب ليملأها ماء من النهر فلما رأى الشعراء متجهين إلى دار الخليفة أخذ جرته وذهب معهم فلفت نظر الخليفة لأن سيابه كانت رثة وشكله فقير يعني مصب الفقر المطقع فقال له من أنت وما عاجتك فرد عليه بالشعر قائلا ولما أتيت القوم شدوا رحالهم إلى بحرك الطام أتيت بجرتي فصر الخليفة بقوله وأمر بأن تملأ جرته زهبا حقد عليه كثير من الشعراء وقالوا أيها الملك إن هذا فقير ضعيف مجنون غير عاقل قد يضيع هذا المال فيما لا يفيد قال هو ماله ويفعل به ما يشاء لكن هذا الشاعر الفقير أدرك أن هذا المال للفقراء غيره نصيب فيه فأخذ يطوف على الفقراء الذين يعرفهم ويعطي كل واحد منهم ما تيسر له حتى وزع هذا الزهب عليه فعلم الخليفة بذلك فدعاه مرة أخرى وقال له ما حملك على ما فعلت فرد عليه بالشعر قائلا يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود فصر الملك بهذا القول وأمر بأن تملأ جرته ضعف ما أخذه في المرة السابقة فأنشد أبيات شعرية يقول فيها الناس للناس ما دام الوفاء بهم واليسر والعسر أوقات وساعات وأفضل الناس ما بين الوراء رجل تقضى على يده للناس حاجات لا تخطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات فمات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس أمواته قد يتدجر الإنسان حينما يكثر عليه السائلون والطالبون اعلم أن هذه نعمة استفاك الله بها فإذا تدجرت وتذمرت فقد تزول عنك النعمة واعلم أن لهؤلاء السائلين حقا في مالك فينبغي أن لا نكون كما قال القائل كلوا واشربوا أيها الأغنياء وإن ملأ السكك الجائعون ولا تلبسوا الخز إلا جديدا وإن لبس الخرق البائسون ويا فقراء لماذا التشكي ألا تستحون ألا تخجلون دعوا الأغنياء ولذاتهم فهم مثل لذاتهم زائلون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم نتمنى لحضراتكم صوما مخبولا وإفطارا شهيا طيب الله أوقاتكم وكلأكم بنعيمه وهدأ بالكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته